معي اليوم مع إحيائينا لذكرى 23 يولو شاهد أمين على ذلك العصر وأحد صانعيه الكبار مهندس العلاقات المصرية الأفريقية ووزير الإرشاد القومي الأسبق الأستاذ محمد فايق الرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أهلاً وسهلاً بحضرتك يعني الحقيقة أنا محتارة جداً أن أنا أقدم حضرتك إزاي لكن مؤكد أن أنا لازم أقول أن أنا مع أستاذ كبير وقيمة إنسانية عالية جداً طبعاً هنبتدي بـ 23 يوليو كيف تراها الآن؟ في تصوري ثورة يوليو يعني ما زالت عايشة فينا لغاية الوقت في حاجات طبعاً تغيرت العالم تغير طبعاً الدنيا نفسها تغيرت لكن الثورة الفرنسية قامت ولغاية النهاردة كان مازالة والنهاردة بيحتفل بيها هو أنها شعل العيد القومي وكل حاجة لأنها أثرت فيها ثورة يوليو يعني دائماً ثوراته الكبرى ما بيكونش تأثيرها بس في الداخل ولكن تأثيرها بيكون خارج يعني زي ما ثورت فرنسيا ثورة الفرنسية أثرت في أوروبا كلها أحنا أثرنا في إفريقيا تأثير كبير جداً وفي الدول العربية أيضاً فهي ثورة ممتدة كانت ثورة وهي بالذات ثورة التحرة وطني يعني ده الكريم بتاعها الأساسي صورة تحرف وطن